أول تعليق جزائري على تهديدات السيسي بتدخل في ليبيا إلى جانب خليفة حفتر التعليق الذي صدر من أعلى هرم في الدولة عبر عن أسف الجزائر لمحاولة إقحام بعض القبائل في حمل السلاح بليبيا في إشارة إلى تهديدات السيسي بالنسبة للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون فالتهديدات المصرية تعد خطيرة وقد تعصف بالبلاد وتأول بها إلى ما آلت إليه الصومال ليس هذا فحسب بل يؤكد تابون أن بلاده لا تؤيد أبداً القرارات الانفرادية وترفض أن توضع أمام الأمر الواقع مضيفاً أن الجزائر لا تنفرد برأيها ولا يمكنها فرض أي مبادرة أو حل دون أن تتبناه الأمم المتحدة ومجلس الأمن بحسب تابون حل الأزمة في ليبيا يمكن أن يكون جزائرياً تونسياً مشدداً على أن الحل يجب أن يكون فوق طاولة الحوار وأن استخدام السلاح لم ولن يحل أي مشكلة كما لم تغب الدعوة إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي في ليبيا باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة والذي جاء خلال مشاورات أجرها الرئيس الجزائري مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز والتي تناولت التطورات الميدانية في ليبيا على ضوء مساعي الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقاً من قرارات مؤتمر بيرلين الدعوة إلى الحل السياسي لم تقتصر على الجزائر التي تقف على مسافة واحدة من أطراف النزاع بل امتد إلى دول إقليمية متورطة في النزاع ما فتئت تدعو إلى عدم التدخل الخارجي وهو ما يمثل ازدواجية في المعايير فيما يتعلق بالملف الليبي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني لوح وزير الخارجية المصري سامح شكري بمواجهة محاولات التوسع العسكري من خارج الإقليم ضد الأمن القومي العربي في إشارة إلى تركيا بينما أكد نظيره الأردني دعم بلاده لكل قرارات الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية يصنعها الليبيون اللافت أن تلك الدولتين من فكت تدعوان إلى حل سياسي في وقت تواصل فيه اختراق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى ليبيا عبر تقديم الدعم العسكري والسياسي لحفتر وفق ما أكدته تقارير خبراء الأمم المتحدة